انا ليه واحد حبيبك اوي كان مدير فني للاتحادي المصر كونة القدم وكان مدار ابن نادل اهل مع الوكوتي ممكن انت اضربت معاه والتاع الكلام ده كابت المحسن صالح كابت المحسن صالح انا بسميه السيو السيو دي جد ايه بقى اول مرة نقول الحاجات دي اه وانحنا بنلعب في الفرقة انا محسن خلاص حفظنا بعض بقى اه هو انا اول معرف ان هو بيعمل وشه كده بقى هلعبها لي كده اول ما بيش عافي يعمل ايه ومعمل هالي كده خلاص حفظنا بعض بتجري على طريقته هو فجيب بعد الماتش ماتشات قال لي عبدو الناس عملت لك زيزو وبيبو بيبو وزيزو طب ما فيش حاجة عبدو سيو قلت له ما الاسم تقيل قوي على الناس ولك عبدو محسن مش جاية فقلت له بص خليك ايه انا بقى عبدو وانت السيو قال لي يعني قلت له بس سيبها كده خلاها تمشي اي حاجة خلاها تمشي وما طلعتش حتى قال لي انت من يومك قوي فقر محسن صالح فمحسن صالح عاوز يبلغك رسالة وترد عليه كابتن فتحي يعني من الرواد الجيل المدربين ومن المؤهلين وماشاء الله عنده طريق طويل في مختلف القطاعات يعني من اتكلم على في النادي الاهلي كان مسك قطاع ناشئين ثم عمل لفترة مساعد في الفري الأول مع هيدو كوتي وبعد كده انتقل كان فيه مساعد مع مستر بابي احنا تزمننا مع بعض يعني هو صادف انه تولى في الوقت اللي انا بقيت يعني بطلت فيه واشتغلت في الجهاز مع هيدو كوتي بس انا كنت المساعد رقم اربعة يعني كان هيدو كوتي فؤاد شعبان فتح نصير بعدين محسن صالح انا كنت لسه في بداية الطريق ومنساش انه كنت بستشيره في حاجات كتير لانه كان اكتر مدرب حضر دورات تدريبية وسافر واشتغل مع مدربين مساعدين كمدرب مساعد فعنده خبرات كبيرة جدا ده من ناحية المؤهلات والخبرة اما من ناحية الشخصية فحدسي ولا حرج يعني القلب الطيب حبيب الكل ما عندهش عدوات عدوات مع حد ممكن تلاقيه قاعد الظهر كده في قد اللبس او في الملعب على جنبه وجايب العمال وعمل هذا للعمال ويتغدى معهم يعني راجل اجتماعي ومحبوب جدا وبعدين عنده شبكة علاقات كبيرة جدا يعني تسأليه على اي رقم اي شخص هو جاهز يعني موجود انا كان نفس ان هو يعني الخطوة بتاعت دور الشركات في الامارات كانت تتأخر شوية لان ها دي يعني جد في الوقت اللي هو كان فيه في قمة الخبرة فكان ده وقت ان هو يتولى بقى اندية كبيرة في مصر ويمسك مدرب منتخب اول او منتخب اولمبي لوحده لانه تاريخه كله كان مساعد 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 ما كانش فيه مسئولية كبيرة كان نفسي يتولى المسئولية دي وكان اهل ليها انا انا شخصيا اكن له محبة واعزاز وصداقة وذكريات جميلة جدا واتمناله التوفيق وان شاء الله دايما يعني بصحة وعافية بإذن الله هتقولي ايه لكابتن محسن صالح اه كابتن محسن لأ كابتن محسن ما شاء الله يعني من الناس اللي زي ما هو بيتكلم كده بطيبة وبهنية وبانطلاق لان عشرته برضو معاه هو كنا في الجهاز كنا يعني مع مستر كوتي ومع كابتن محسن وكابتن محسن لما كان معانا رابع لا هو مش رابع احنا كنا كنا زواعة نا ما فيش حد لنا ترتيب هو فعلا كان كفاءة كله بيشتغل الكيان نفسه اه وبعدين ما كانش عندنا مثلا زمان ما فيش تخصص حراس مرمى هو دربين اللي بيشوته كويس قوي وانت ما تمسك حراس المرمى بتجزع لهم ايديهم واحنا فانا كنت بنبادل انا وهو اه على اه ان احنا مثلا الحراس ازاي احنا نشتغل معاهم فتلاقي اه كابتن محسن كان اه فعلا يعني اكرامي وثابت كانوا استاوه استاوه يا الله الرحمن ثابت واكرامي اه يديله الصحة ولا عفاق يهدوا بالك اه يعني دول اتعاوزين تلات اربعة زينا ان احنا نقدر نخلي الواحد فيهم يطلع اه فنليته عرقانة فالحمد الله اه ما بي يعني ما يستمرش غير النجاح والنجاح بتعكدت محسن ونجاحه دلوقتي في اللجنة اللي هو فيها ده كله نجاح من الانسان الصادق مع نفسه حب يشغله الانسان اللي بيحب يشغله الانسان اللي عنده خبرة الانسان اللي عنده كفاءة اشتركوا في القناة